إضرابات واسعة تشل مطارات بريطانيا وفرنسا والبرتغال ففي مطار هيثروب بريطانيا بدأ موظف الحراسة الأمنية إضراباً عن العمل لمدة عشرة أيام بعد فشل المحادثات بشأن التوصل إلى تسوية لأجورهم وأعلنت إدارة المطار إنها استبقت الإضرابة بخطة طوارئ تشمل توظيف نحو ألف موظف إضافي والاستعانة بالعاملين لديها للتخفيف من تداعياته وقال المدير التنفيذي لمطار هيثرو إن العمل في المطار يسير كالمعتاد في حين يتواصل إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا لليوم الرابع عشر مما تسبب بإلغاء الكثير من الرحلات المقررة في مطارات البلاد في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات ومظاهرات نقابية ضد قانون رفع سن التقاعد في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس كما تتواصل الإضرابات التي شملت قطاع السياحة والقطاعات العمالية والتعليمية كافة الأمر ليس بعيدا عن البرتغال التي شهدت إضرابا لثلاث أيام للمطالبة بزيادة الأجور ما أدى إلى إلغاء أكثر من سبعين رحلة حسب معلومات مطارات البرتغال التي نصحت الركاب بالاستعلام قبل التوجه إلى المطار